أهلا بكم مشاهدينا تسبب زلزال المدمر اللي ضرب تركيا مبارح ومزالت تبعاته مستمرة على المناطق القريبة منه ومنها مصر ده اللي خلى المواطنين يتساءلوا عن سببه وهل علاقة بتوقف دوران لب الأرض وانعكاس حركته وإيه اللي بينزر باقتراب يوم القيامة وهل هيتسبب في حدوث تسونامي في الأسكندرية ولا لا كل دي تساؤلات شغلت بال ناس كتير وسط تخوفهم من كل الأحداث اللي حصلت ودلوقتي هنحاول نجاوب على التساؤلات دي في تغطيتنا لا تزال ارتدادات الزلزال اللي ضرب تركيا مبارح متواصلة بدرجات متفاوتة واللي تسبب في حصد ألاف من القتلى وأيضا المصابين فضلا عن تسببه في مقتل 350 وأكثر من ألف مصاب في سوريا إلى جانب ألاف المحاصرين تحت الأنقادة وهو ما أثار ألأ المواطنين في الدول القريبة ومنها مصر وأثارت المشاهد المتدولة لللي حصل في تركيا وسوريا حالة من الخوف لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت التغريدة اللي نشرها الباحث الدولي في شؤون الزلازل فرانك هوجر بيتس من ثلاث يام تقريبا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فهو توقع فيها حدوث زلزال بقوة سبعة وخمسة من عشرة درجة مئوية في منطقة جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا وأخيرا لبنان وتداول لرواد مواقع التواصل الاجتماعي التغريدة خلال الساعات اللي فاتت ذلك بعض وقوع زلزال مدمر في المناطق دي بالفعل وتوقع مركز التنبؤات اللي بيعمل فيه الباحث الهولندي فرانك استمرار حدوث هزات تابعة في المنطقة بقوة ما بين أربعة لخمس درجات وقد تزداد فربط كثير من أرواد بين مركز التنبؤات والباحث الهولندي وبين تنبؤات ورصد الزلازل اللي رصدته منظمة اليونسكو وأعلنت عنه في نهاية عام 2022 واللي توقعت فيه حدوث تسونامي بشواطئ اسطنبول مارسيليا والإسكندرية واللي ممكن توصل لأكتر من متر خلال الثلاثين سنة الجاية وأشار رئيس مرصد الزلازل في تركيا أن زلزال العنيف اللي ضرب تركيا وسوريا بينذر بخطر تسونامي في المحافظات الساحلية وأكد أن تركيا أخطرت 14 دولة لذلك الناس بقت خايفة من حدوث تسونامي بالفعل في مدينة الأسكندرية نتيجة الزلزال اللي حصل وبدوره نفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية احتمالية حدوث أمواج تسونامي خاصة لأن زلزال ما كانش مصدره البحر وأكد أنه كان بالفعل انذار أولي بإمكانية حدوث أمواج تسونامي لكن سرعان ما تم التأكيد على أنه من غير المتوقع حدوث أمواج تسونامي وتم إلغاء الإنذار اللي خرج مع أول وقوع الزلزال وكشف أيضا الدكتور عمر زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار ومصايد عن أن زلزال تركيا لم يقترب من البحر ولن يكون له أي توابع داخل البحار لعدم حدوثه داخل المياه إنما وقع في البر لذلك فلن يتسبب في حدوث موجات تسونامي سواء في السواحل الشمالية لمصر مثل مدينة الإسكندرية أو دول أخرى لذلك يجب أن لا نتبع الشائعات حول وقوع تسونامي نتيجة الزلزال وقال إن الإسكندرية والسواحل الشمالية المصرية سبق وأن شهدت حدوث تسونامي وأيضاً وضح أن أمواج تسونامي بيكون لها ثلاث أسباب الأول هو حدوث انهيار في سطح الأرض بحيث أن جزء من الأرض بينهار ويدفع المياه ونسبة حدوثه 5% ويليه البراكين ونسبة حدوثه 10% وهي عبارة عن انفجار بيؤدي لاندفاع المياه والسبب الأكبر واللي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90% هو الزلزال ولكن لابد أن يكون قوياً ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق اللي بيسبب تسونامي ممكن توصل لـ 3000 متر اللي تتوجه الأمواج إلى الشواطر وبالنسبة لتساؤلات الأخرى عن سبب حدوث زلزال تركية وهل كان نتيجة توقف لب الأرض عن الدوران وينعكاس حركته؟ وهل ذلك انذار باقتراب يوم الإيامة؟ أجاب الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية وقال أنه لم يثبت بالدليل القاطع معدل دوران اللوب الداخلي للأرض وأنه ملوش علاقة نهائي بيوم الإيامة ولا توقف الأرض عن دوران ولا شروق الشمس من الغرب ووضح كمان أن الدراسة الجديدة بخصوص لب الأرض لا علاقة لها بيوم القيامة ومن الجدير بالذكر أنه ممكن يضرب الإسكندرية اليوم طقس سيء مع نهاية شهر توبة وبداية شهر زعبيب ورياح أمشير واللي بدأ أول أيامه برياح قوية تسببت في غضب البحر زي ما بيقول الإسكندرانية يعني وأدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير كمان هطول الأمطار اللي بدأت خفيفة في وقت الصباح ووصلت لغزيرة الإسكندرانية بقى هصدروا في التعليقات على السوشل ميديا مع بعضهم بخصوص الموضوع ده بصور عن غضب البحر وقالوا أن التسونامي وصلت الإسكندرية وعلى الرغم من كونها مجرد تعليقات سخرة وهزار إلا أنها تسببت في قلق للأهالي خاصة مع متابعة الزلزال والوفيات القريبة في تركيا ولبنان وتسببت الأمواج المصاحبة للنوة اللي في إسكندرية حاليا في حدوث هبوط برصيف طريق الكنيش في مدينة الإسكندرية لمسافة 20 متر أمام شاطئ سيدي بشرة وقامت أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالأسكندرية على الفور بالتنصيق مع أجهزة المحافظة بتكليف شركة المقاملين العرب بتنفيذ حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط اللي حصل في الرصيف وقال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرأي إن قوة وشدة نوة الكرم اللي ضربت الإسكندرية قدت لهبوط رصيف بطريق الكنيش وإن قوة الأمواج قدت لخروج بعض الرمال من أسفل الرصيف كمان أشار إلى أن الرصيف تعرض لهبوط بسيط جراء ذلك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الهبوط وأكد لواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ على مستوى جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء بالمحافظة للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير لتعرض محافظة الإسكندرية لموجة من التقس السيء وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعضية أحياناً بنسبة حدود 30% وتغزر أحياناً على بعض المناطق وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تدعيات موجة التقس السيء وأيضاً رصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار والتأكيد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة أزاناً مشاهدين بكده تكون انتهت تخطيتنا وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري بشكر حضراتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة